موسيقى السلام عليكم كاتبنا تكونوا كلكم بخير وعلى خير عاشركم ببركة ان شاء الله باش ما تتمنيتوا اليوم فيديو جديد ان شاء الله غنصاب واحد حلوان سهلة الكوكو فيها جوج ديال الاشكال بدون ضيض بدون زيت ان شاء الله كنتمنى انها تنال اعجاب لا تنسوا ان شمالي لايك والبرتاج وتابعوا معي على الفيديو هنا عندي 500 جرام ديال الكوكو او الفول السوداني يعني نصف كيلو ديال الكوكو هنا اخضيت في الاول زيت باردة ودرت فيها الكوكو بقيت كنقلبوه ويمكن تقابلوه باش ما يتحمرش باززا فخصو ياخد غير بحال هاد اللون كنبقوا عليها اكا حتى كنكملو الكمية اللي عندنا عندي هنا اياه 500 جرام ديال ديال الضقيق الابيض يعني الطحين تلفورس يكون ديال حالوية ممتاز نسكيلو وعندي زبدة مية وخمس وعشرين جرام زبدة اي زبدة بغيتوا تستعملوها انا هنا استعملت غيط ديال العبار ممكن تستعملو ديال البواطة ولا اي زبدة مبغيتو وعندي هنا رشيشة ديال الملح داروري ما رشيشة ديال الملح والطحين هنا نكونو مغربلينو مزيان وعندنا اه جوج مع القكبر ديال السكر سقيل اي سكر غلاسي تاوو كنغربله مزيان وغادي نحتاجو واحد كاس مع مرش تقريبا نسكاس زيد شي شوية ديال المزهر وكذلك الماء هو باش غادي نجمعوه مويم هاكا كامقاو كننبسو ديال هاذ الطحين اللي عندنا هو والزبدة سافي كامقاو مستمرين هاكا كنرملوها يعني كنبسوها او كنرملوها حتى كندخل ديال الزبدة وديال السكر في بعضياتهم عاد باش كنبدو نضعاد كنضيفو زهر الماء زهر وكنضيفو الماء وكنجمعوها مويم عندي العجينة ما تكونش خفيفة بزف وما تكونش قاسحة تكون متوسطة يعني رطبة اللي فاش نبغيو نخدموها تكون سهلة علينا انا غادي نوريكم كيفاش اي بدت هانكا تجمعنا مزيان مويم ما كان دلكوها موالو رغي كنبخون جمعوها غير بصباعنا ها هي ها هي هنتمكي كتكون بحال هاكا يعني كتكون الرطبة مقاس حما خفيفة وصافيو كنغطيوها ببلاستيك غذائي وكنخليوها ترتاح نصفين دوزل الكوكو بالنسبة هنا الكوكو قبل ما نبدأ انا بقى راي بقى عندي احنا ها هي كان كنقليوه كان كنقليوه ما كانخليوش يتحمر كيكون على هادشكل كيفما قلت في الول وثاني حاجه او انا كنديرو في شي حاجه كيتتسقطر ذيك الزيت ذيالو ما كانخليوش الزيت كيتسقطر مزيان باش كيجي يجب علينا شكل اللي يبغينا المويم هنا سوف نستعمل لا يجب علينا كثير من كاس فى قسمت طحانة صغيرة سوف نضيف الكمية سكر ونضيف الكمية سوف نضيف الكمية سوف نضيف الكمية سوف ندخل المنحة ونضيف كله سوف نضيف الكمية ب esperродت سوف نضيفها بها الطريقة كما تشوفو هنا بالنسبة لنا ندرسها الطريقة وكان بزاف ديال الطريقة كل واحد زماء الطريقة اللي ارتاح فيها ويما نخدم معكم بشوش ديال الطريقة بالنسبة لها الحلوة كندير بحالها كنحدد بالموس كما كتشوفو باش كنجي ومتساوين ومن بعد كنبقى نقطع المويم يكون عندنا موس يكون عندنا مزيان ولي كان عاود نوصيكم هو أنه العقدة ديال الكوكا وما تطحنوها بزاف لاننا تطحنته سخون وجاني شوية وخليته تلاجح التعقد معي فعاولوا انها ما تكونش مطحون بزاف صفي هنا يارا انا كنخديت بيض البيض هو باش كنندهن باش كتلصق اليم زيان ما كيتحلش ليه في الفران ميكا الطيب وصفي كنصابة بحالكة ومن بعد كنقلبها وكنبقى نجمع هذيك الملقة ديالها مزيان كنضغط عليها باش ما كتتحلش ليه في الفران في الطيب صفي هكا كنقطع الحربول ديالي ومن احنا راه خليته كبير لا بغيتو ما يعدبكمش قسمو هذي الحربول قسموه على جوج وخدموه غيجيكم هكا كأسهل انا غي خليته طويل بابغيتش نقسمو باش ربح الوقت صفي هذا شكل التاني وكملت الأول انخدم معكم شكل تاني قسموه في الطيب صفيه كنقطعه بحالكة وكنقطعه كيف ما كتشوفو وكنقطعه نفلح خمسة وستة كنقطعها صفيو نجمعها وكنشدهم من القنيتات مشكل اللي بغيتو انتو ما تحكمو فيها بغيتو تجي موجة مزيان كتشدو كتضغطو مزيان من الموسط وتموجوها من هاد القنيسة هادو اللي كان صاوب منهم انا بغيتو تخليو بحالة شكل هكا على حسب كل واحد وشنو بغى صافيوكم قغادة بهالطريقة هكا حتى كنساليهم كاملين وهنا بالنسبة فاش كنسالي و كنخليو العجينة كنخليو اللي حلوة كنديروها في اللاطا ديال الفران وعاد كنشعلو على الفران كنخليوها هاديك المودة اللي حتى كيسخل الفران عاد باش كندخلوها عاد باش كندخلوها نطيبوها ويمكن طيبو على نار مهيلة كنديروها الفوق وكننقصو البوطة حتى كنشوفوها صافي شدت راسها مزيان وهذا وكنقلبوها من اللي تحت كلقوها تحمرت شوية من اللي تحت صافي كان ابطاغير شوية ما يعني هي مخصاش تتحمر كان ابطاغير شوية لتحت وكنتفاول هدا ونخرجو الحلوة ديالنا صافي تبعو معايا اشتركوا في القناة وصفية ومانا كيف ما قلت لكم هنا راح اضطيتهم في اللاطو خليتهم على مسخ الفرن وصفية هاي طابتنا الحلوة دينا خررناها وقدهنوها باللي بغيتوا بالنباج ولا بالعسل وقديروه في الكويتات ولا تخليوها بلاش تقدموها على حسب الطق دي لكم وكيف ما بغيتوا وهنا نقول لكم سلالة فيديو عباشركم بروكا وباش ما تمنتوا ان شاء الله والسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله